بيحكي فريد القطرش وبيقول ان يوم وفاة اخته اسمهان كان زي المجنون ما كانش داري بالدنيا لدرجة انه وقع واغمع عليه وما كانش حاسس باي حاجة وخد عربيته زي المجنون وجري عندما كان الحدثة لما وصل هناك لمنطقة قرب المنصورة قال ان كل الناس نظرتهم كب تقولي يا ترى يا فريد هتعمل ايه بعد وفاة اسمهان وفي الوقت ده وفي اللحظة دي اتأكدت ان هي فعلا ماتت وبصيت كده وقربت لقيت جستين ومحطوط عليهم لحاف واحدة الاسمهان والتانية الميري قلادة مديرة اعمالها وصحبتها بعد شهود العيان قالولي ان اسمهان لما خرجت من الترعة كانت لسه فيها الروح لكن طبعا نتيجة تأخر الاسعاف ورفضها انها تشيل اسمهان اسمهان فرقة الحياة